موسيقى موجز لأهم الأنباء أهلا بكم استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفدا من كبار علماء الدين الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور الدكتور محمد عبدالستار السيد وزير الأوقاف وسماحت المفت العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون وتناول الحديث تطورات الوضع في سوريا والدورة الذي تقوم به المؤسسة الدينية في الأزمة التي تواجهها البلاد حيث ركز السيد الرئيس على الدور المنوط بعلماء ورجال الدين في رفع مستوى الوعي بهدف حماية الدين الإسلامي والمجتمع من الأخطار التي تتهدده مثل التطرف والغلو معتبرا أن حالة التنوع التي تعيشها سوريا لن يحميها إلا الوعي الشعبي للمجتمع دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات الإرهابي تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في طلعات على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بريف الرقة الغربي وذكر مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري نفذ طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابي تنظيم داعش على طريق الطبق إنباج وطريق إنباج أبو علاج وجنوب غربي زكية في ريف الرقة الغربي دمر خلالها آليات مصفحة ومزودة برشاشات للتنظيم التكفيري وقتل العشرات من إرهابيه أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتزي هاليفي أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لكي لا تجد نفسها في وضع ينهزم فيه تنظيم داعش أمام الجيش السوري وعرب هاليفي خلال مؤتمر هارتزيليا للأمن الإسرائيلي عن قلقه إزاء الخسائر التي تكبدها التنظيم الإرهابي في الآوين الأخيرة مؤكدا أن إسرائيل لا تريد أن يهزم التنظيم في الحرب لأن الأمر سيضعها في وضع حرج أكدت لجنة دراسة مشاكل الهجرة والمهاجرين التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها تنظيم داعش وأشارت اللجنة في تقرير لها أن النظام أردوغان غضت طرف عن تنقلاتها على الحدود السورية التركية واتبع نهجا أمنيا منفلتا إزاء حركة عبور السيارات غير المنضبطة ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف حرس الحدود الأردني إلى سبعة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ستة أشخاص أربعة منهم أفراد من قوات الحرس الحدود وعنصر من الدفاع المدني وعنصر من الأمن العام كما وتم جرح أربعة عشر آخرين من جانبه دعا الملك الأردني عبدالله الثاني أمس إلى تدمير قدرات تنظيم داعش الإرهابي هذا وأدانت سوريا بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في الأردن مبينة بأن هذا العمل الإرهابي يؤكد مجددا أن الإرهاب لا حدود له ولا أحد بمنع عنه تمكنت قوات الأمن في ولاية المهدية شمال شرق تونس من تفكيك خلية إرهابية بايع تنظيم داعش الإرهابي وفق ما أعلنت الداخلية التونسية وأضحت وزارة الداخلية أن التحريات أثبتت أن عناصر المجموعة الأربعة كانوا يحضرون لشن هجمات متفرقة واستهداف أماكن حساسة وذلك بالتزامن مع أعلان تفكيك الخلية الإرهابية في ولاية المهدي بلغت حالة التأهب الأمني ذروتها في كامل التراب التونسي انتقد المستشار الخاص للأمم المتحدة لتفادي أعمال الإبادة أدمى دينك بشدة قمع سلطات الخليفة للمعارضين في البحرين وخصوصا سحب الجنسية البحرينية من المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم دينك قال إن القرار أثار احتجاجات جديدة يخشى أن تسهم في زيادة حدة التوتر في الأيام المقبلة داعيا سلطات الخليفة إلى ضمان حق التجمع سلميا واحترام تعهد البحرين بشأن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة